طيب مرسل كولر يمكن أدلة بتصرحات مهمة جدا خلال الساعات الأخيرة وبصراحة تصرحات كولر تصرحات مهمة جدا لأنها بتتكلم على مرحلة تاريخية من عمر تاريخ النادي الأهلي وبتتكلم على منتلتي وعقلية مدرب بيقود النادي الأهلي كولر ما تكلمش لسه مع الإعلام والمواقع والقنوات في مصر ولكن تصرحاته قليلة ولكن مهمة جدا مع بعض المواقع والإزاعات في سويسرا كولر اتكلم في تصرحات مع موقع أجوروجر أزيتونج في سويسرا من حوالي يومين التصرحات اتكلم فيها على احتفالات الأهلي مثلا بدوري أبطال إفريقيا ومقارنتها باحتفالات الفرق الأوروبية لما بيفوزوا بالشامبونز ليج اتكلم كمان على بطولة الدوري ولما حسم الدوري التوقيت حسم الدوري احتفل إزاي اتكلم على فكرة تمديد التعاقد مع النادي الأهلي الفترة اللي جاية اتكلم على موضوع هل ممكن بعد تحقيق الخماسية يفكر في الاعتزال التدريب على فكرة فيه مدارس في أوروبا بتشتغل بالفكر ده لو حقق كل شي بيعتزل كنا نفاكرين طبعا إيميجا كي مع فرنسا لما حقق كاس العالم في 98 خد بطولة العالم واعتزل ما اشتغلش تاني قال لك انا جبت كاس العالم اعمل لي تاني اكتر من كذا في التدريب فدائما الأسئلة دي تبقى موجودة في المواقع والصحف الأوروبية كلموه على شعبية الأهلي ازاي بيقدر يتحرك في الشارع كلموه على دور زوجته في مسألة قبول عرض الأهلي هل ليها دور في مسألة انه يستمر ولا ممكن يرجع لأوروبا كلام مهم جدا قاله كولر في تصرحاته لأحد المواقع السويسرية كولر بدأت كلامه وقال ايه الاحتفالات في مصر مختلفة تماما عن أوروبا نحن لم نحتفل بدور أبطال إفريقيا اطلاقا بعد النهاية في المغرب اتكلم بقى على ان الجهاز الفني سافر السويسرا عشان أجازة اللاعبة الدولية انضمت للمنتخبات كان حوالي 15 لاعب عشان الأجندة الدولية وبقية القيمة رجعت للقاهرة واخدت راحة وكان أجازة في المنزل في اللي خد الكاس معاه واحتفل به بشكل فردي ولكن بدون بقى مواكب جماهرية زي ما احنا متعودين في أوروبا الفريق مثلا الريال مادريد يفوس بدور الأبطال الفاينال في تركيا الفريق يوصل إلى أسبانيا ينزل مادريد حافلة مكشوفة في كل شوارع مادريد نفس الأمر للسيتي ليفربول كل الأندية الأوروبية بتحتفل بنفس هذا النظام فيه بعد نهاء الدوري الأبطال ولكن في القاهرة الأمر مختلف كولر دي البطولة رقم 11 للأهلي يمكن الاحتفال بالحافلة المكشوفة أو الأوتوبيس المكشوف ما حصلتش إلى عام 2006 لما الأهلي أحرص برونزية في كأس العالم في اليابان رجع كان فيه احتفالات في شوارع مصر وأوتوبيس مكشوف والفريق التحرك من مطار القاهرة لغاية ملعب التيتش وكان فيه جمهور كبية جدا بمستنى الأهلي وبيستقبل الأهلي في ملعب مختار التيتش بالجزيرة طيب كلموه على بطولة الدوري قال إيه؟ قال أنا فجأة للأهلي حسم الدوري قبل ما نلعب بأنفسنا كنت بتناول الطعام مع مترجم الفريق الكابتن خالد الجوادي وساعت عارتنا أن احنا أو بيراميز يعني خسر فبالتالي لقيت الجماهير والناس كلها بتهنينا بالفوز بالدوري وإحنا عادين في المطعم بناكل قال يعني قدمونا التهنيئة بسرعة عفوية التقطنا بعد الصور ثم كان هناك احتفالا بقى لما انضمت الفريف المعسكر في اليوم التالي لأن كان عندنا مباراة في الدوري العام وكان فيه احتفال في غرفة خلع الملابس ثم في المدرجات مع الجماهير اللي تسلقت الأسوار وبتحتفل بشكل كبير جدا في هذه المباراة بعد المباراة المفروض أنت بتحتفل بالدورة وأجازة قال لك لا التاني يمكن عن تدريب صباحي وبستعد لي المباريات اللي جاية وقال إن الدوري ده رقم 43 للأهلي بس يبدو للأهلي دايما متعود على الفوز بالألقاب المحلية والإفريقية فالاحتفالات ما بتستمرش إلا ساعات قليلة جدا لما تسأل على حانة وقت الاعتزال بعد الفوز بالخماسية قال ينقصنا الفوز بكاس العالم للأندية الراجل ما تكلمش كتير قال احنا فوزنا بكل حاجة بس ينقصنا الفوز بكاس العالم للأندية الأمو ستصبح أفضل أكيد يمكننا الفوز بالبطولة هذا ما ينقصنا طبعا هو بيتكلم ومبتسم كعادة كولر بس هو بيقول أنا مش بضحك أو مش بمزح لا هو فعلا ده اللي بينقصنا عشان بحققنا كل شيء قال رئيس النادي وهو بيوصد هنا طبعا الكابتن محمود الخطيب قاله إنه بيتحدث معاه وبيود إنه بيبقى فيه تمديد للتعاقد خلال الفترة اللي جاية ولكن قبل كل ده محتاجين أجازة عشان نبدأ نحضر للمرحلة اللي جاية عشان نشوف إلي ممكن نعمله في الفترة القادمة قال الأهل بيملك عدد موظفين أكبر كثيرا من بعض الأنديل الأوروبية لأنه ليس نادي كرة قدم فقط لا بالعكس نادي عنده عدة ألعاب مختلفة ولكن على صعيد العاملين في كرة القدم يمكن مقارنته بفرق أوروبية كبيرة سألوه قالوله وفقا للتقارير ده الصحف السويسرية بتسأل كولر وفقا للتقارير هناك ما لا يقل عن 60 مليون مشجع في مصر يشجعون النادي الأهلي ده الصحف السويسرية اللي بتقول مش إحنا ولا صحيفة مصرية ولا موقع رياضي مصري لا ده الصحف السويسرية بتسأل كولر وفقا للتقارير بتقول أن ما لا يقل عن 60 مليون مشجع في مصر بيشجعون النادي الأهلي هل يمكنك السير في القاهرة بكل بساطة وسط هذا الكم الكبير من المشجعين للنادي الأهلي ده حك وقال لا طبعا صعب أن يبقى الأمر بسيط وأنا أتحرك في الشارع يمكن التعرف علي في أي مكان يأتي عدد لحصر لي من الجماهير لكي يلتقطوا معي الصور التسكيرية والتوقيعات والحصول على الصور الفوتوغرافية لكن يجب علي أن أتنقر عشان أعرف أمشي في الشارع يأما بكب يأما بقنع عشان أقدر أمشي في شوارع القاهرة دون أن يكون هناك زحام للتقاط الصور التسكيرية نظرا للشعبية الكبيرة التي يحظى بها الأهلي في كل شوارع القاهرة أنا عمتا معظم وقتي بيكون في القاهرة أو لو باتحرك عشان أتغدى برة أو أتعشى برة باتحرك من خلال السيارة عشان لغاية ما وصل للمطار ولكن لما بيكون في المطعم بيبقى فيه اتفاق المكان اللي أقعد فيه عشان أكل ما يكونش فيه إزعاج على الأقل يعني اللي ممكن يحصل معي على صور تسكيرية الطهاء والموظفين اللي موجودين في المطعم اللي هم عارفين أنا جاي فده بيبقى أقصى تقدير ممكن يتم الاتفاق عليه سألوه على اللغة الإنجليزية والتواصل مع اللاعبين وهو بيكلم لغة ألمانية قال بعض اللاعبين يتحدثون الإنجليزية ولكن الأغلبية أتواصل معها من خلال المترجم كابتن خالد الجوادي قال عليه أنه شخص عظيم مشجع للأهلي عاش في ألمانيا حوالي 18 سنة يعرف كيف ينتقل بين اللغتين الإعرابية والألمانية ولغة لعب كرة القضاء النقطة دي مهمة جدا كولر في تعليقه على مترجم الفريق كابتن خالد الجوادي الأهلاوي عاش في ألمانيا أكتر من حوالي 18 سنة ولكن الميزة اللي بيتمتع بيها المترجم أنه بينتقل بين اللغة العربية والألمانية ولغة لعب الكورة ودي نقطة مهمة جدا بتفرق على فكرة وإنت بتنقل التفاصيل الفنية لأي مدرب أو لأي لعب لازم تنقله التفاصيل بلغة الكورة مش فكرة المدرب يقول محتاج منك أن تتحرك لا 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 الترجمة مش الترجمة الحرفية كده الترجمة ترجمة لغة الكورة ومعرفتنا بالمترجم الكابتن خالد الجوادي أنه هو رجل اشتغل في ألمانيا رجل أكاديمي دكتور مشجع درجة تالتة للأهل يعني واحد من التالتة شمال واحد بيشجع الأهل من صغره ودي نقطة مهمة جدا كان دايما الكابتن محمود الخطيب بيتكلم عليها الكفاءة مهمة ولكن مع الكفاءة لازم يكون فيه انتماء فأعتقد جزئة الانتماء متوفرة بشكل كبير في شغل قطاع الكورة وفي عمل الجهاز الفني من خلال تصرحات كولر على دور المترجم لما تكلم على دور رزوجته كولر قال لها دور كبير جدا معايا ولكن في مسألة المستابل أنا بحسم دايما مشواري من خلال متابعتي لأداء العمل في الأماكن اللي بشتغل بها ودي أعتقد نقطة مهمة جدا في مسألة استمرار كولر خلال الفترة اللي جاية وكانت جزئية صعبة على استمرار فيلر مع النادي الأهل في سنوات تصابقة فيلر كممكن يحقق إنجاز كبير مع الأهل ولكن الحياة الشخصية كان لها تأثير على الحياة العملية والأمر ده مختلف مع كولر بدليل إن كولر بيتأقلم ومستمتع بالأجواء في مصر وفي الأدغال الإفريقية حتى اللي هي الصعبة خلال فترة عمله من شهر 9 اللي فات لغاية شهر 7 يعني بنتكلم في حوالي 10 شهور لسه ما تمش أول سنة 12 شهر ولكن الراجل العامي نجاحات كويسة والنجاحات دي جاية نتيجة تأقلم على الأوضاع اللي موجودة في القاهرة للشغل في مصر صعب أجواء راجل في سويسرا الأجواء درجة الحرارة السفر في الأدغال الإفريقية حاجات مش متعود عليها في أوروبا في أوروبا السفر بالقطار ساعتين ممكن بالسيارة ولكن في الأدغال الإفريقية انت ممكن تنتقل من رحلة للتانية مش أقل من 6-7 ساعات غير التوانزيد غير الرطوبة غير حاجات كتيرة جدا ممكن تواجهها في المباريات الإفريقية فدي جاية تصريحات مهمة جدا لمرسل كورر كان لازم نبدأ بها كلامنا النهاردة في ترند ترند لأن نقطة مهمة جدا شغل بها الناس كتير قوي على السوشيال ميديا في ظل أن كورر دائما موظم تصرحاته بتبقى في المواقع السويسرية أو حتى الإزاعات السويسرية ويمكن حتى هي يعني لغاية دلوقتي ما صرحش إلا مرتين تلاتة من ساعة ما تولى المسئولية لكن بصراحة تصرحاته بتبقى مهمة محتاجين نعرف الرجل بيفكر إزاي عايز يشتغل إزاي ونجاحاته جد بناء على إيه